في مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره البريطاني قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستواصل جهودها لمنع رفع حضر السلاح المفروض على إيران وشدد بومبيو إلى أن إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وهي أنفقت أموال طائلة على الميليشيات الشيعية في المنطقة من جهته قال وزير الخارجية البريطانية يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي مضيفا نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران كما كشف هاراب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر أنه ناقش اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الحاجة لمنع إيران من انتلاك سلاح نووي